الخير مشاهدين ومتتابعين الكرام. اهلا وسهلا فيكم هادي جلسة صباحية. من صفحة تكمل مباشرة معكم المحل التقنية جزاء الظهرية. بهذه الجلسة افتتاح جلسة صباحية جديدة. طبعا بالضغطية المباشرة عم نعمل ازابتكم بعض التحاليل التقنية وبعض استراتيجيات التداول اللي ممكن تكونوا عم تستفيدوا منا بشكل يومي. بهذه الجلسة نحضركم المخاطر اللي ممكن تكون موجودة عنا بسوق البرس. وطبعا بتكون تعرفوا ان ممكن الخسائر تتجاوز رأس مال المستثمر. فبهذه الحالة تكون تطبعهم من ادارة المخاطر ومن فرص المراكز او فرص الدخول لطبعا عم نقدر استخرجها من سوق الفوركس وبشكل يومي. بهذه الجلسة حابب انه طبعا مر على بعض الازواج الرئاسيه بعد عندي سلمت اردر على اليورو دولار على مستوى ال 1490. كنت متوقع انه يرجع يرتفع اليورو دولار الى هذه المناطق قبل ما يرجع يبتدي بالانخفات. هل يترى بعده هذا السيناريو صامد. يعني بعدنا متوقعين انه ممكن يبتدي بالارتفاع قبل الانخفاض اليورو دولار. بعدنا شايفين انخفاض على اليورو دولار او هل يترى انتهينا من هذه الموجهة الافقية التصحية وممكن نبتدي بالاتجاه الصعاد. يعني بكل بساطة اذا في حال بنعد خلينا نقول بعض الموجات او موجات اليوت. خلينا نخد بعين اعتبار شوية صغير شو ممكن يصير عنها. باستعمال في بوناتشي. في بوناتشي اللي هي الاهم واللي هي الابرز واللي هي طبعا اكتر شي معروفة. على طول المستثمرين والمضاربين بيستعملوها وبيتعلموها. وبيدخلوا ايضا على المواقع الالكترونية وايضا على كل الازواج خلينا نقول او كل عفوا المواقع الفاين لنسأل تابعة لسؤول فاريكس كمان لا يقدروا يدرسوا اكتر واكتر على الفي بوناتشي. وليتأكدوا اذا في حال ممكن يقدروا يستخرجوا بعض استراتيجية التداول لتابعة لطبعا في بوناتشي. وبالاضافة لهذا الموضوع عندي بعض الارقام الرئاسية. الارقام الرئاسية اللي هي طبعا مستوى الواستين فاصل تمانية بالمية. وطبعا الارقام اللي نحن منضيفها في شركة تكمل اللي هي بتكون ازا بتكون ايجيبية اكتر او خلينا نقول دقيقة اكتر لمستويات الستة وسبعين فاصل اربعة بالمية. اصبح عندي هذه المناطق اللي هي مناطق ازا بتكون طلب على اليورو دولار او على العمل الاوروبية الموحدي. هذه المناطق الطلب يعني مع انخفاض اليورو دولار. الى هذه المناطق نتوقع انه يرجع يرتد السوق بالاتجاه الصعاد. وايضا حتى على الكم. صباح الخير استاذ سامر. وسامير ايضا اهلا وسهلا فيكن. هذه المنطقة اللي تفوه هي منطقة التشبع بالشراء. طيب عظيم. لكن انا عندي سيناريوين على موجات اليو. ازا في حال عبلكم سيناريوين على موجات اليو. طبعا اه يعني حيان لوحد ممكن ازا في حال بدي يعمل تحليل تقنية على السوق ممكن يكون عنده اتنين سيناريو. يا اما صعاد يا اما هابط. ولكن تنكون دائين اكتر. تنكون دائين اكتر. رح نعطيكم سيناريوين. طبعا هابط وصعاد. ولكن بناءات دقيقة. ومع اختراقات مناطق معينة رح نحددها سويا. يعني عندي مع انتهاء ثلاث موجات التصحية اللي هي ويف اي ويف بي ويف سي. انهينا الموجات التصحية ثلاثة. وابتدينا بموجة امدفعية بالاتجاه الهابط ويف وان تو وانا نتوقع انخفاض ويف تري. انا ما رح ادخل بمراكز بيع. فور اختراق ازا بتكون. عفوا فور اختراق. فور اختراق هذه المنطقة. عند اختراق مستوى الستة سمين فاصلة اربعة بالمية. اللي مستوية المية اتناش سبعة وتسعين. رح نفكر بالدخول بمراكز بيع وندخل ايضا بمراكز هابطة ونعزز مراكز البيع. انما طبعا ازا في الحال نحنا بعد ما انتهينا من السيناريو التصحي. اللي هي اول موجة التصحية كانت عند الكمة. اللي هي هادي كمة اي او دابليو. هادي كمة بي اه كاع بي. وانا توقع او ممكن نترقب ارتفاع على ويف سي. طبعا ويف سي اللي هي الموجة التصحية التالتة من هذي المستويات. فبهات الحالة المنطقة اللي رح ندخل بمراكز شراء فيها هي هذي المنطقة. يعني عند اختراق منطقة المية اربعة تسعة وتسعين او مية اربعة تسعين. يعني نكون عم ندخل بمراكز شراء. طبعا. طب هلأ هذي المرحلة في الوسط المرحلة الوسطية ليه بين مستوى المية خمسة ومستوى المية تاش تبا وتسعين. طب بكل بساطة هذي مرحلة افقية خلينا نسميها جري اريا. طب ضروري نتداول فيها يا جماعة. ضروري يعني ازا في حال نحنا هلا خلينا نقول شايفين انه ممكن يكون عندي زابتكن اااااا مرحلة ما ممكن نقدر نستفيد منها بكل البساطة. طب ضروري نتداول فيها طبعا لا. نتوقع او ننتظر اختراق معين بين مستوية المية اربعة تاش تسع وتسعين ومستوية المية تناش تسع وتسعين لاعادة التفكير واعادة النظر بخلينا نقول اااا سيناريات مفترضة اخرى. طب هذي المنطقة خليها ما نتداول يورو دولار خلينا ننبش على ازا بتكون اااا يعني عملة اخرى او خلينا نقول ااااا ممكن سيناريو مفترض اخر. بالنسبة لسترلين دولار من المتوقع انه سترلين دولار يكون عندي ارتفاع ومن وراء اختراق هذي الكمم الرئاسي اللي كنا قلنا نالكن عنا. هذي الكمم الرئاسي بكل بساطة عطتني اشارة شراء. طبعا نحنا من وراء الفولينجواج. من وراء الفولينجواج اللي هي طبعا مثلث ميل عن انخفاض. نطوقع على الارتفاع. هلأ نحن بكل بساطة يمكن وجهنا بعض الصعوبات اذا بدكم لتفكير بسيناريويت مفترضة على استابينة. لانه كنت انا بصراحة متوقع انه ممكن يكون عندي او موجة ناقصة بعد بالاتشاء اللي هابت قبل ما نبتدي بالارتفاع. فطبعا شاهدنا الاختراق وهنا اخدنا اشارة ايجابية. وعلى طول من ورا اختراق كما معينة. متل ما عم تلاحظوا عندي هون كان خطوط مقاومة وواضحة من خطوط مقاومة. ومع اختراقه عملنا شيء اسمه ايه? عادة امتحان. ورجعونا ايضا عملنا اذا بتكون وخطوط المقاومة اصبحت خطوط دعا لا الاسترليني دولار ولا جي بي او اس دي. فبكل بساطة نترقب ونتوقع على انه ممكن خلينا نقول بالمرحلة القادمة رجعونا نبتدي بالارتفاع لا الاسترليني دولار لا تسجيل. كما مجديد لمستوى مية تلاتة وتلاتين سفر اربعة وحتى مستوى المية اربعة وتلاتين. هذا السيناريو المفترض لا الاسترليني دولار اوكي? تمام? كل شيء تمام? الصوت تمام? السورة تمام? كل شيء واضح? اوكي عظيم. لكن اه لكن هذه الموجة اقتصحي اذا بتكون اول مضادة خلينا اقول لا الاتجاه العام. بكل بساطة عملنا شيء اسمه اقعت امتحانة او ريتاست ومتل ما عم بتشوفه من ودى اختراق خط مقاومي اصبح عندي قد دعم على هذه المستوى لاسترليني دولار. طبعا هدا الشيء ممكن يدعم اذا بدكن السيناريات الايجابية على اليورو واسترليني ولكن على المدى الوسط للأصير. انتو عارفين انو احنا على المدى الوسط للطويل عارفين انو ممكن يكون عندي موجة اندفاعية وموجة رهيبة بالاتجاه الصاعد للدولار الامريكي. فهذا طبعا يعني اختراق بالاتجاه الهابط على المدى الوسط للطويل. ولكن على المدى الاسير بجلسة اليوم بجلسة غدا نكحت اقصى. نتوقع انه ممكن لقى موجة بسيطة بالارتفاية طبعا نكون عمليش هدا. انما سترليني دولار ومن وراء ترازة مية اللي تكلمت البارح على الاقتصاد البريطاني. واتكلمت ايضا على اذا بتكون شوية صغيرة على البريكزيت وكيف كانت مصرة على خروج بريطاني من الاتحاد الاوروبي فهذا الشيء طبعا قدى الى ضغط سالبة على سترليني دولار. ولكن مش بشكل ضخن للمضاربين طبعا شكل يعني تحرق اثنين ضخن بحدود المية مية وخمسين نقطة. ولكن بالنسبة للمستثمنية على مدى الوسط للطويل والاتجاه العام اللي كنا بتلمنا عليه من مستوى المية اربعة وعشرين لمستوى المية ثلاثين. طبعا بعدنا بمراحل ايجابية ولا نتوقع ان نكون احدنا اشارة سلبية من وراء انخفاض امس. بالنسبة لالدولار ين. الدولار ين وصلنا ايضا لكم معينة وابتدأينا بالانخفاض عن جديد. بعدنا داخلين بمرحلة افقية بامتياز. وهذه المرحلة الافقية. ممكن تكفي على المدى الوسط للاصير. ولكن طبعا عندي هدف للي بالنسبة للا. طبعا بالنسبة للدولار ين. الهدف هو ان نرجع نزهور خط المقاومة اللي موجود عندي من ميليت فوق. يلي طبع تقريبا قرب مستوى المية عشر تسعين او مستوى المية احدى عشر. هلا بكل بساطة مش بالضرورة انه ازا في حال من نرتفع ونستهدف هذا الخط المقاومة. نرتفع بشكل ازا بدكن خلينا نقول موجة اندفعية او باتجاه صعد واتجاه واحد. طبعا لا ممكن ارتفاع وانخفاض مثل ما عم نشهد هلا الخفاض للدولار ين. لمستويات معينة ومن ثم ارتفاع عن جديد. فهذا الشيء طبعا ما بيقدي ازا بدكن الى تغيير السيناريات المفترضة على الدولار ين. وانما بالعكس ممكن تعطيني موجات اندفعية وهذه الموجات التصحية تاخد زخم وبتجمع مومنتم لا تكفي اتجاه الصعد دي شكل اوضح. بالنسبة للدولار سويس. كنت قلت لكم وكنت حذرتكم انه الدولار سويس راح يكفي اتجاه الصعد لاستهداف مستوى الستة وسبعين فاصلة اربعة بالمية وبكل بساطة قلت لكم عندي مستويات المية سفرين تلاتين. تمام? مية سفرين تلاتين وقربنا نوصل لها. قربنا نوصل لها المية سفرين تلاتين. اوكي? اه لنالكم ممكن توقع زابتكم من تكملة اتجاه الصعد. دخلنا بمرحلة افقية للموجة الرابعة. تم اختراقها اعادة امتحانة وعم بتلاحظوا. شو يعني اختراق اعادة امتحانة? هيدا شيء مميز وهيدا شيء زابتكم خلينا نقول اه لازم ناخدوا بعض الاعتبار على الرسوم البيانية وايضا على التحليل التقنية. ويفون موجة عم واحد اتنين موجة التالتة اي بي سي الموجة الرابعة الموجة الخامسة. اختراق خط المقاومة اللي موجود عندي. عندي هون اول كمي. عندي هون تاني كمي. هون عندي تالت ازا بتكون مستوى ما قدرنا نخترقه. هون عندي اختراق اعادة امتحان. اختراق اعادة امتحان وتكمل تنتجي الصعد. طب هيدا تحليل تقنية بسيطة يا جماعة. يعني ازا في حال هل عمام اعادة امتحان? طب هل ياتورة ممكن بعض الاشخاص يدخلوا بمراكز باع? هل ياتورة ممكن ينغدروا ويدخلوا بمراكز باع ويقل لي طب انا دخل بمراكز باع السويسراني هو عم يرتفع. طبعا لا مش مفروض. يعني هيدا التحليل التقنية بسيطة ازا في حال عم بتغلطوا بدخولكم بهيك امور بسيطة وواضحة على رسوم البيانية. طب مع احترام للجميع. ومع احترام مع كل الاشخاص الموجودين بالجلسات وايضا عبر العالم. مش بالضرورة انه هالا المجال يكون مناسب للجميع. ممكن تخرج من سوق الفريكس. تمام? طب انا ما خلقت لكون حكيم. انا ما خلقت لكون محامم. انا ما خلقت لكون قادي. مش لكون مهندس. ولكن انا كنت ازا بتكون بتميز بالسكيلز اللي عندي اياها من وراء بسوق الفريكس او اسوق المال او الاندستري. طب انا هيدا المجال انا بحبه وبعشقه. وبتداول فيه بشكل يومي. عندي نظرة مميزة فيه. ومش انيك بقدر استفيد منه. طب ازا في حال انت ملاقى حالك انه انت على طول عم تخسر بسوق الفريكس. بكل بساطة حدد اخسارتك واخراج من المجال وخليك مريح بالك وبلا وجع راس. يعني هول الامور التحليل التقنية البسيطة. اعادة امتحان وتكمل تأتيجاء الصعاد. نورة اختراق معين. خط مقاومة. يعني هول امور بسيطة جدا. ممنوع نغلط فيهم يا جماعة. ممنوع نغلط فيهم. ممنوع ندخل بمراكز بيع بمناطق ازا بتكون اه شبه اكيد ان الصور راح يرتفع. هلا بغض النظر. الدولار كاد كنت تتلكم انتهينا من خمس موجات. تمام? كنت حذرتكم من هذا الموضوع. قلت لكم عرصة نبين الاربع ساعات بجلسة امس. كنت حددت لكم انخفاض خمس موجات. وبهايدي الحال انا توقع انه ممكن نبتدأ ازا بتكون بموجات تصحية مضادة. اوكي? كنت قلت لكم هايدي موجة رقم واحد اتنين تلاتة الاندفعية الطويلة. موجة رقم اربعة بنفق ميل على ارتفاع. والموجة الخمسة اللي هي تتضمن خمس موجات. وان تو ثري فور فايف. انتهينا هلا نتوقع ارتفاع ويف اي ويف بي ومن ثم ويف سي. قبل ما نرجع نفكر بالاتجاه الهابط عن جديد. فهلا زيارة مستوى المية تلاتة وتلاتين نصف او مية اربعة وتلاتين او مية خمسة وتلاتين هي المستويات المنتظرة للدولار كاد ازا في حال بدنا نرجع نفكر بمراكز نعم. تمام? اما بالنسبة الاسعار الذهب يا جميعا. اسعار الذهب اسعار الذهب انا مصر على مراكز بيع. بغض النظر عن ازا بتكون موجة موجة بسيطة باتجاه الصاعد بعد. ولكن من نسبة لفيبوناتشي من اخر كم لاخر كاعة. وتثبيت مستوى ستة وصفرين فاصلة اربعة بالمية بهذا الشكل بهذه الطريقة. وايضا من ورا السيناريو المثلث اللي كان عندي ايه الموجود عندي. على رسم بياني الاسبوعي. هيدا الشيء رح يدعم نظرية تكمل التجاه الهابط. وايضا بداية الموجة الخامسة على المدى الوسط للطوير على اسعار الذهب. انتو بتستبعدوا بعد انه ممكن اسعار الذهب تنخفض وترجع تثبت كعان جديدة او ترجع تخترق وتسجل كعان جديدة. تثبت كعان جديدة تختلف عن تسجيل كعان جديدة. تثبت يعني ترجع تعمل double bottom او قاع مزدوج. يعني ترجع تثبت مستوى الف وخمسين او الف واربعين وتبتد بالارتفاع. ولكن ممكن ايضا نتسجل كعان جديدة. الموجة الخامسة تعمل extension لمستوى التسعمية وستين وتسعمية وخمسين. قبل ما نبتد بالارتفاع. فبهذه الحالة يكون عندي بعض ضغط سلبي وسيناريو سلبي على اسعار الذهب. تقريبا على المدى الوسط للطوير. هلأ بالنسبة لانه هذا المثلث الموجة الرابعة ممكن يكون سيناريو مختلف. لهو تلقي سيناريو تصحيحي او سيناريو ABC وانو توقع الارتفاع للألف وخمسة وحتى الالف وستة. ولكن نحن كمضاربين لازم ناخد بعين الاعتبار. انه السيناريو السلبي وارد. ما في شك انه ممكن اسعار الذهب ايضا تسجل انقفاض وموجود هبوط جديدة وتسجيل كعان جديد ما في شي بيمنع. اوكي? هلأ بكل بساطة نيوزيلاندي سي اتش اف. انزا دي سي اتش اف استاذ احمد. استاذ سامير يعني انا كمان بعدني اتوقع اتوقع اسعار الذهب ترجع تنقفض بشكل اساسي ولكن هيدا الشي ما بيمنع انه ممكن طبعا السوق يجا يعمل موجة بسيطة بابتجاء الصاعد لا تبعا يتأكد من انه خط المقاومة موجود عندي كرم مستوى الالف وثلاثمية وثلاثين الف وثلاثمية وارمعين كحد اقصى. اا بالنسبة لنيوزيلاندي سي اتش اف انزا دي سي اتش اف. يعني هو الازواج والكراسز الغريبة اللي بتدخلوا فيها ما فيها فوليوم دخل. ما فيها فوليوم استاذ احمد. اا النيوزيلاندي سي اتش اف طب ما انه من العملات الرئاسية اللي عندك فوليوم كتير رائع عليه. ليش تخترت? تداوله. بكل بساطة ممكن طبعا نعمل سيناريو مفترض عليه ولكن حتى التحركات يعني ازا بتلاحز ازا بتلاحز على رسم بيانة اليومي تمام? حتى التحركات داخلة بليس اتجاع عام وليس بمرحلة افقية وايضا بمرحلة افقية. يعني ازا عم تلاحز هادي مرحلة افقية. عم تلاحز هادي التقلبات. ازا في حال السوق بدي ينخفض بدي يعمل ارتفاع قبل انخفاض. يعني كتير عندي ازا بتكون نوع من يعني وموجات غير منتظمة. طب انا ازا في حال عندي موجات غير منتظمة واتوقع انه هادي التقلبات على رسم بيانة ما عم بقدر حددها طب ليش لو ندخل فيها? يعني مش واضح انه ممكن يكون عندي اتجاع عام واضح بيه المراحل القادمة. لان احنا تم تثبيت مستويات مهمة. اه على فيب بوناتشي. المستويات الواحد وستين بالمية تم تثبيتها. ومن ثم تم تثبيت مستويات الخمسين بالمية. ازا عم تلاحزو. يعني ارتفع منا. نخفض ثبت الخمسين بالمية وارتفع. هلأ ممكن بعد يسجل لكم جديدي. وايف جديدي. اوكي ارتفاع. ومن ثم يجح ينخفض. يسجل لازابتكم القادمة ثمانة وتلاتين فاصل اتنين بالمية. متل كأنه عم بيعمل درج بالاتجاع الصعاد. تمام? فبهذا الحالة ممكن يجعنا نخفض ونصبت هذه المستويات ونجعنا نرتفع. هلأ ما في شك انه نحنا عم نسجل كعان وكمم اعلى من بعضها البعض. فبهذا الحالة من المتوقع انه يكون عندي اتجاع عام ميل على الصعود طبعا. ولكن يعني ما ممكن انه اختار هيك رسم بيانه لا اتداول فيه. هلأ باستعمال في بوناتشير تريسمان. خلينا نشوف ازا ممكن تكون موجبين. لا. هلأ السوق ما اغلق تقريبا فوق مستوى ثمانة وتمانين فاصلتين بالمية. ولكن لا اتوقع انه ممكن يكون اشارة سلبية. يعني ممكن كحد اقصى موجة الصحية بسيطة لتكمل اتجاء الصاعد. يعني نيوزيلاندي يرجع يكفر اتجاء هابط لا زيارة مستوى سفر تمانينة وستين. تمانينة وستين سفر خمسة. ومن ثم ارتفاع لزيارة كم جديدة. ومن ثم انخفاض لتثبيت مستوى السفر سبعة وستين. فهذا السيناريو تقريبا المفترض على نيوزيلاندي سي اي اج اف. هلا بالنسبة لانه يعني نتوقع انه نيوزيلاندي يرتفع مقابل الفرانك السويسري. مش غلط. مان غلط ابدا. لان احنا نتوقع انه ممكن ان نيوزيلاندي يكون عنده مستقبل كتير ضخم. وعلى المدى الوسط للطويل انه يكون عندي اشارة ايجابية على هذا الزوج بالزيد. وبما انه طبعا نيوزيلاندي دولاره من العملات اللي تلقب او عنده هاي الكارنسي. هاي الكارنسي انا نتكلم على تقريبا عملي بتقدم فويل اكتر من غيرها وهي دا شيء سنعرفينه وعم نعيده بكل جلساتنا الصباحية. خلينا نشوف دولار 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 عم بيرتفع. عظيم عظيم اوكي. بدأينا اذابتكم من ورا سترليني الخفات طبعا جلسة امس. كانت الامور خطرة جدا بالنسبة لبعض السيناريات المفترضة على خلينا نقول سترلين دولار وكل اشخاص كانوا متوقعين انه يتفع تجيه الصاعد قبل ما يبتد بالانخفاض ولكن ترى زمي اصدرت انه تعمله ضغط سلبي للباوند يرجع يسبت كعون ومستويات مهمة. اذا بتلاحظه بتحطه بتدخلو خط دعم على هذا المستوى للباوند تعفوه هذي مستويات مهمة جدا. شو يعني مهمة جدا? عملو بتلاحظوا بكل بساطة انه هذا القاع اللي تمثبيته بجلسة امس على الباوند دولار اوكي? هو نفسه عفوا خلانا نكون داقيين شوي. هذا القاع هو نفسه ايضا كان عندي قبل مليمسة معه وايضا هوني كمان. وايضا هون. وايضا هون. فبتلاحظوا انه هذا خط مهم جدا وصلب جدا للباوند ولا سترلين دولار. اذا في حال بدنا نرجع نفكر طبعا لاشارة شراء عن جديد من هذي المستويات او من هذي المناطق الحالية. فما في شك انه ممكن جان نتفع مسجل كمام جديدة. اوكي? ما في شك وطبعا هيدا الشي وارد جدا جدا جدا. بالنسبة للمؤشرات الامريكية ما حدا يفكر بمراكز البيع موجهة الصحية بسيطة ولكن تكملة اتجاه الصاد متوقع على داوت جونز. وعلى لا يمكن تحديد اتجاه عام. بكل بساطة. لا يمكن تحديد اتجاه عام. فبهاد الحالة اه عفوا اه 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 اتجاه اصد نقطة الدخول يعني. لا يمكن تحديد نقطة الدخول لانه انخفاض بسيط عم بيكون انخفاض تقريبا بحدود الثلاثمائة والاربعمائة نقطة. يعني فقط التحاليل اللي ممكن تمشي او ممكن تزبط على رسوم بيانية تقريبا المؤشرات الامريكية هي خطوط الدعم. من دخل خطوط دعم وعند ارتداد السوء لقلها وطبعا اعاد امتحان وممكن مجا عم فكر بمراكز شيء غفر ما في غير هذا الموضوع. اه بالنسبة لقلنا اتجاه العام الصعد للمؤشرات الامريكية ممكن يدعم بضغط سلبة لأسعار الذهب بحكم العلاقة العكسية الموجودة بين أسعار الذهب وايضا المؤشرات الامريكية مثل الداوت جونز والاس بي فايفون. انا انا بتمنى لكم نهار اكتر من رائع ومثمر وبشوفكم بجالسة بعض الظهر بجالسة عالمية مميزة بنشرح فيها مؤشرات تداول. ما تنسوا تمروا على مدونة تكمل اللي عم نعمل فيها ابلود لمعظم الاخبار والبيانات الاقتصادية. كان معكم محل تقني من شركة تكمل صفحة تكمل العربية على فيسبوك مباشرة جزاف ضهرية. الى اللقاء.